السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم خير أثناء ما أنتم تشربون فنجان القهوة تقدرون تدخلون ببساطة تشترون كتابكم الماذ حق السنة التحضيرية في هذا الفيديو البسيط راح أعلمكم كيف تشترونه تابعوا معي للأخير أول شي كتاب الماذ هو كتاب إلكتروني نشتريه من اللي هو موقع دار الجداول للنشر والتوزيع ممكن تدخل على جوجل وتكتب دار الجداول للنشر والتوزيع أو أنك تدخل على الويبسايت حقهم اللي موجود أصلا الرابط تحته في البلاك وبورد وأحط لكم هنا أيضا تحت اللي هو الفيديو في الديسكريبشن راح ندخل أول شي على اللي هو جامعتنا ندخل على شي اسمه الشراء الإلكتروني راح تطلع اللي هو الجامعة السعودي الإلكترونية في أول الاختيارات نضغط عليها راح نلاقي إنه يطلب منك تسجيل الدخول راح تدخل اسم المستخدم حقك من دون اس وكلمة المرور هو رقم هويتك يلا نبدأ وبعدين نحط تسجيل الدخول لو كنت أنت تشتغل على نفس كمبيوترك فأنت تقدر تقوله تذكرني لو أنت فاتح كمبيوتر العمل أو فاتح كمبيوتر غيرك فمن الأفضل أنه ما تحط خيار تذكرني ثم نضغط تسجيل الدخول لاحظ معي الآن يطلع لك الكتب اللي أنت لازم تشتريها مباشرة يعني أستغرب أنه كثير من الطلاب يصور الكتاب يقول هذا اللي بشتري أي وهذا اللي بتشتريه ما إلو داعي حتى أنك تصور وتسأل لأنه هو أوتوماتيك في دار الجداول يطلعوا لك الكتاب اللي أنت لازم تشتريه يعني مثلا لو أنت كنت حاسب يطلعون في وجهك كتاب الحاسب لو أنت كنت مات يطلعون في وجهك على طول كتاب الماث يعني ما يحتاج أنك تصور وتسأل هذا كتاب الماث هذا اللي لازم أشتريه تمام؟ يلا نكمل نضغط على اللي هو سعر الكتاب 183 ريال نضغط عليه يقول لك مشاركة ولا إضافة للسلة أنا أبغاك تضيفه للسلة عشان تشتريه سلة التسوق يعني يقول لك هنا أنه تمت إضافة الماث 001 إلى سلة المشتريات أروح أختار إتمام عملية الشراء أطلب منك بياناتك إذا أنت قبل كده مشتري كتاب الحاسب الترميليفات راح تلاقي بياناتك already مخزنة في السيستم حق دار الجداول أنك تبغى تشتري عبر بطاقة ائتمام فيزا بطاقة مدى أنا أختار مدى وأقول لها تأكيد الطلب لازم طبعا لازم أوافق على الشروط والأحكام اللي هم حاطينها أنه الكتب مطبوع إلكتروني غير قابلة للتبديل والاسترجاع جميع الطلبات الخاصة بالكتاب المطبوعة والتي يتم طلبها من الموقع يتم تحضيرها وتسليمها للشاحن في اليوم التالي هذا في حال لو أنه أنت اشتريت كتاب مطبوع هذه هي طبعا سياستهم في اللي هو العمليات اللي هو البيع أضغط اللي هو قرأته الشروط ووافقته على الأحكام ثم أدخل تأكيد الطلب إتمام الطلب طلب مني طبعا أدخل له بطاقتي تاريخ الانتهاء اسم حامل البطاقة رمز التحقق راح نكتب رقم البطاقة عادي راح نكتبه من اليسار إلى اليمين بعدين تكتب الشهر والسنة يعني الشهر حق الانتهاء والسنة اللي ينتهي فيها اسم حامل البطاقة سارة وبعدين رمز التحقق اللي هو آخر اللي هو ثلاث أرقام موجودة في البطاقة اللي هو نحن نسميها CVV اللي هو عنديها أوكي وبعدين أحط له إيش؟ ادفع الآن العملية جدا صحلة وبسيطة راح يرسلك الآن اللي هو رمز التفعيل على جوالك 3-9-1-9-4-0 وأحط له طبعا سبمت عشان تأكد بياناتك تم إتمام الطلب خلاص تمين الطلب وطلع لي الكود حقي بالنسبة للطلاب اللي يسألون فين الكود؟ فين الكود؟ هذا هو الكود خلاص؟ يا كبرو يا كبرو اللي يصورون يسألون فين الكود؟ هذا هو الكود تأخذه وتروح تفعله في اللي هو البلاكبورد وبسوي لكم إن شاء الله فيديو كيف نفعل اللي هو كود الماث أشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة